بعد خسارته بثلاثية من الأهدف مقابل هدف من نادي تفرغزين في الجولة التاسعة من الدور الموريتاني نزل النادي البرتقالي من رأس خرم ترتيب فرق الدوري فسحاً المجال للنادي البلدي في لقاء كانت السيطرة فيه تميل لصالح أبناء العجوز بيرامغي كثر الحديث بعد ذلك عن المدرب التونسي زلفان يمني بل إن البعض قال إن أيامه مع البرتقالي باتت تعد على الأصابع ولقاء النادي المنجمي سنيم كانسادو سيكون بمثابة القشة التي قسمت لهر البعير في هذا اللقاء وجد التونسي نفسه أمام اختبار صعب إذا خسر يبتعد تفرغزين في استدارة ويوسع الفارق معه وكذلك حظوظ الرجل ستتقلص والإبقاء عليه في قيادة الفارق البرتقالي باتت مسألة وقت فكان لابد من الفوس بأي ثمن ممكن بدر الضيوف بالتسجيل عن طريق اللعب من الله وسيطر النادي المنجمي بعد ذلك طيلة شوط اللقاء الأول في الشوط الثاني أشهر الحكم عبد الرحمن كلي البطاقة الحمراء في وجه الحارس سعد بوه وأصبح نادي سنيم كانسادو منقص العدد بذلك فرتب التونسي أورقه من جديد على خلفية تلك البطاقة الحمراء وتمكن من تعديل النتيجة عن طريق الوفد الجديد عبد الرحمن سيم خلاله ضربة حرة مباشرة ليكمل الفرحة مامانياص بهدف ثاني طمأن به المدرب التونسي ورتب به أوراق اعتماده من جديد عاد الضيوف وتمكنوا من تعديل النتيجة بهدف لم يحتسبه الحكم ليطلق اللعب بباه رصاصة الرحمة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وتصبح النتيجة ثلاثة أهدف مقابل هدف كذلك قالها المدون صدام حمود قبل انطلاق اللقاء بساعات وتوقعها ثلاثية في شباك سنيم فهل كان يدري أنه بهذا التوقع وضع أفسين وديبو في الصدارة مؤقتا وصال للمدرب التونسي ماء وجه الذي فقد منه الكثير في اللقاءة الماضية